سببت كمية الأمطار المتساقطة في أقل من ساعة واحدة فقط في محاصرة سكان حي 550 مسكن بمنطقة حراثن بعدما تحولت إلى بحيرة للمياه القادرة ما تطلب تدخل الفور للحماية المدنية لسكان الحي الذين تحولت حياتهم اليومية لمعاناة حقيقية أصبحوا يناشدون بشأنها سلطات المحلية للوقوف على وضعياتهم الكارثية قبل حلول فصل الشتاء وعودة أبنائهم لمقاعد الدراسة أيمن عبد الرحيم نحن نحكي على كنوة صرف المياه بالزافون نمار شبعنا رحنا الرئيس ديوان الوالي بعثنا الشرف دايرة شرف دايرة بعثنا رئيس بلدية رئيس بلدية بعثنا المصالح التقنية للبلدية دوسمان برق وإحنا تمكهما ما زالوا تربرونير ما زال باش يديروا المناكسة المزيدة جوسف فاكوك أنا حاصرين وما كنقدرون شنكراون نطالبون مساعدة باش نوليون دخلون كراون ونخرجوا